موسيقى اليوم سنجرب هذه اللعبة هي نينجا ماستر الشينو بصدا نعم سيأخذ معك 20 دقيقة تقريبا من الوقت نضغط كونتيني سيفطر البق موسيقى نضغط مرة ثانية هنا بلاي تضغط على شخصيتك ثم بلاي سنحاول نشرح كل شيء بعجلة كما نرى لدينا هنا قائمتك أو نافذة فيها ياسين لإسم الخاص بك وفي الرقم 2 المستوى الذي وصلت إليه ويوجد أحمر الدم والدم الأزرق للمهارة والدم الأحمر للدم وهي الخبرة تحتاج من الخبرة التي تنتقلها إلى المستوى الثالث وما لدينا القاقية هنا تجد فيها المهمات حسب المستوى الخاص بك كما ترى هذا الآن المستوى الخاص بنا هو الكنين بعد الكنين ستنتقل إلى مرحلة تشونين بعد التشونين ستنتقل إلى مرحلة القونين وهكذا متى أن تقل إلى تشونين ستجد هذا الشخص الذي يجري بأعلى الشاشة يعني كم تبقى لك حتى تصل إلى امتحان تشونين نعم عليك أول اجتياز امتحان تشونين حتى تصبح تشونين وستتحول علامتك من الخضراء إلى الحمراء بعد ذلك سوف تستطيع أن تقوم بإجتياز مهمات ثم لدينا نينجيتسو أكاديمي كما نرى هنا تقوم بالتدريب تقوم بالتدريب يعني هنا تتعلم مهارات تتعلم مهارات حسب المستوى مثلا هنا مستوى عشرة مثلا قبل أن تبدأ في مستوى في البداية سوف يطلب منك أن تختار مثلا فن آخر أو فنين فلديك هنا إما تختار أسلوب النار أسلوب الماء ولديك أسلوب الحجر أو الأرض ثم أسلوب البرق ولدينا هنا أسلوب الرياح ولدينا هنا أسلوب التنقر وغير ذلك ثم لدينا هنا أسلوب القتالي كما يعني الأسلوب الخاص بيروكلي المهم أنت تختار سيكون لديك اختيار ثلاث أساليب عندما تتدرب عند هذا الشخص سوف يعطيك هذه اللفافات هذه اللفافات هي فهناك مهارات تتطلب منك اللفافات عندما تنظر هنا بالأسفل مثلا هذه المهارات تطلب منها ثلاثة لفافات ثلاث لفافات سيعطيها لنا هذا عندما نقوم بالتدرب عنده إذا نعود مثلا ولدينا مثلا جيرشوب هنا تشتري الأسلحة تشتري الملابيس الخاص بك هنا تشتري الملابيس الخاص بك هنا ثم لديك هنا تشتري هذه الأشياء التي يعني أيضا تقوم بارتدائها على الظهر طبيعة الحال ليست مجرد ستايل فهنا مثلا مثلا هذا مثلا اسمه أكو يزيد لك 2% من القوى ثم لدينا مثلا هنا أيضا هذه الأشياء تقوم بشير أية 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 التي يزيد لك الدم و أيضا تشاكرا درينك الذي تزيد لك الدم الأزرق عندما مثلا تقاتل شخص دمه طويل وتستعمل هنا هذه المشروبات حتى تستطيع أن تقتله بسرعة وتربح المباراة البعض كناه ستيال هنا بطبيعة الحال إذا كنت تريد أن تغير ستايل الخاص بشخص ياديك تشتري له الشعر هنا وتشتري له عدة أشياء ولكن ولكن انتبه جيدا لأنه هنا تستعمل الطوكن فوالطوكن لأنه عملة نادرة جدا ويجب عليك من أن تضيع homepage في اشياء مثل ستايل فيمكنك ان تضيع الطقن في تعلم مهارة اقوى او تطويرها اذا هما لدينا هنا ستايل شوب هنا تشتري الحيوان المرافق لك الذي تستدعيه اثناء القتال كما يقوم بكاكاشي وغيرهم فأيضا هنا تشتري عليك انهم غالين جدا مثلا انظر لهذا التعبن مثلا مئة وخمسة وعشرون الف عملة انها نادرة جدا ثم نادينا الطايلنت هذا مهم جدا اذا هنا الطايلنت اول موهبة او القوة السرية او المهارة السرية الخاصة اول مهارة الخاصة يعني عندما مثلا نختار الشرينغان فعندما تجمع ستة مئة وخمسة وعشرون الف عملة تستطيع ان تقوم بالتعلم هذه ان تبدأ بتعلم الشرينغان ولكن بالنسبة للصصان مثلا تحتاج للطاقن وثلاثة الاف وخمسمائة من الطاقن يعني شيء نادر جدا وايضا هذا مثلا غالي جدا انظر مليون ومئة الف لكي تتعلم هذه المهارة السرية اسمها لدينا اشياء اخرى هنا وستفتح معك هذه الاشياء لاحقا انظر هذا مثلا غالي جدا اسمه سينت باور خمسة الاف ثم لدينا هنا بالاسفل الضغط على السكرت وهو المهارة السرية مثلا لدينا هنا عدة مهارة سرية انظر هذه مهارة سرية غالية جدا انظر مليون عملة حتى تستطيع ان تحصل على مهارة سرية انظر مهارة سرية وتنقسم الى ثلاث ننتقل الى الثالي ثم لدينا الماركت بلايس هنا عندما تريد ان تقوم بشراء العملات بأموال حقيقية ثم بلاك سميت هنا تقوم بتحسين الاسلحة والضروع مثلا تستطيع ان تطور اسلحتك وضروعك من هنا وايضا الجواهر التي ترتديها تستطيع ان تقوم بتطورها حتى تزيد من قوة شخصيتك ثم لدينا الهانتين هاوس الهانتين هاوس جميل جدا تستمتع فيه لانك مثلا عندما تضغط على هانت فانت هنا تقاتل تذهب الى الصيد وتربح هذه الاشياء تربح هذه الاشياء الموجودة بالاسفل هنا تحتاجها في تعلم المهارات ايضا مهارات اخرى ولكن هذه الحيوانات قوية جدا فحتى اذا وصلت لمستوى عشرة لن تستطيع ان تقتل هذا الحيوان لان هذا الحيوان قوته مضاعفة جدا اذا لن تستطيع ان تقتله الا عندما تصل لمستوى عشرين او ثلاثين او اكثر المهم وايضا لدينا اونلاين رايد وهو الاونلاين تقتل اونلاين يمكن ان تقتل لعب اخرين من هنا كذلك او تقتل وحوش اخرى ايضا لدينا الارنا هنا الذي ستقتل فيه لعب اخرين المتقد ايه التحدي ستقتل هنا اشخاص حقيقية ايكاروس أعطونك أشخاص حسب مستوىك مثلا أنا جينين أعطوني شخص من الجينين يعني شخص أنا وهو متقاربين في القوة جيد هنا تضغط C حتى أكد أن تقاتل فقط لا مهارة هنا تقوم بشارج الدم الأزرق وأيضا هنا تقوم بملء هي الدم مخصص بالقتال إذا سيأخذ الوقت طول سأضغط على فلي يعني الهرب من القتال أضغط OK عندما تغرب لن تربح أي شيء سيأخذ الوقت الحمد لله شكرا إذا لديك هنا Live PVP هذه مجربة الآن لا تسدد أقول لك عود لاحقا هنا لعب ضد لعب أيضا لقاتل لعبين حقيقي ثم نتقل إلى شيء آخر التفرين التفرين هنا أيضا تستطيع أن تقوم ب اندمام أو تضم لك أشخاص آخرين هنا مثلا هذا مستوى 5 تريد أن تضمه إلى فريقك وأيضا هذا مستوى 10 إذا كنت تريد أن تضمه إلى فريقك يساعدك في المهمات ثم لدينا هنا السيكريت كينجيس وهذه أيضا من المهارات السرية التي يمكن أن تتعلمها ولكن مثلا هذه المهارات يجب أن تتعلمها بهذه العملة الضغط على مثلا كل 200 توكن سوف أتوطيك تقريبا 1 يعني هذه تقنية نادرة جدا يا إلهي السيكريت كينجيس نعم ودينا الطايلان تروتيو أيضا هذه أيضا من المهارات السرية جدا يقول لك عندما تتعلم المهارات الخاصة ستجد خصائصها في هذه النافذة ثم لدينا السوسانو تراينينج هنا تتعلم السوسانو ولكن السوسانو أيضا إذا ضغطنا هنا فنظر هنا نعم عندما تتعلم السوسانو على ما أعتقد وسوف تأخذ عندما تجمع هذه العملات سوف تأخذ هذه الجوائز النادرة جدا هذه الجوائز نادرة جدا تحتاج لتك العملة الحمراء ثم لدينا نينجا جيلد وهو العشائر وهي شيء جميل جدا يمكنك مثلا أن تقوم بإنشاء عشيرتك أو فريقك الخاص مع أصدقاء حقيقيين أو أن تقوم بالإنضمام إلى العشيرة وهي جون جيلد يعني تدخل مع عشيرة أخرى وتقتلون مع عشائر أخرى أو يعني تقتلون فيما بينكم إلى أخير سوف تدربون هنا تكتب مثلا الإسم العشيرة إذا كنت تبحث عنها مثلا هنا غير ذلك تضغط عليه وتضغط هذا الجون يعني أنضمه جيد جدا ثم لدينا أدفنتو غايا الخاصة بالمغامرات مثلا كل هذه مغامرات مختلفة تقوم بالاستمتاع بإجدياز مثلا إذا ضغطت هنا سوف تختار مستوى مثلا هنا ثم نينجا تيطور مثلا هنا نحن الآن في سيعطينا مهمة مناسبة مثلا لنا ولكن رغم ذلك فإنها ستكون أقوى من القينين أو أقوى من مستوانا الحالي لأننا فقط في المستوى إثنان يجب أن تستطيع أن تربح في هذه المغامرات إلا إذا كان مستوى فوق عشرين على الأقل كلها مغامرة مختلفة أما بالنسبة للأشياء الموجودة هنا بالأسفل فهي الأشياء التي تملكها أنت مثلا البروفايل عندما كلما ارتفع مستواك كما قلنا يزداد يعني يعطونك خمس نقاط خمس نقاط تزيد أشبي مثلا الدماء تزيد مثلا الدم الأزرق مثلا تعطيه النقطة ستريند مثلا تعطيه يعني القوة تزيد قوة شخصيتك وتزيد الدم مثلا وتضغط save state لا بد أن تضغط على save يعني حفظ هذه النقطة التي قمنا بإضافتها لشخصيتك حتى تزداد قواتك يعني شخصيتك ستزداد قوة كلما ارتفع على المستوى وقمت بملء هذه النقطة ثم لدينا الجير هنا الأشياء التي تملكها التي تملكها وتستطيع أن تغير الأسلحة تغير الملابس إلى غير ذلك يعني محفظتك يعني على شكل محفظتك أيضا إذا كنت هنا تغير style الشعر إلى غير ذلك التي تملكها ثم لديك أيضا هنا قائمة الأشياء أيضا التي تملكها الترياقات هذه خاصة بقائمة الترياقات التي تملكها وهنا الجيدسو وهي المهارة التي تملكها حاليا فهذه قائمة المهارة التي تحمل التي لدينا حاليا هنا حين تتعلم أي مهارة جديدة ستجدها عندك هنا مثلا تعلمت هذه سوف أخذها هذه يقول لك اختار المكان الذي تريد أن تضعها هنا الآن وضعت هذه المهارة هنا جيد جدا سأضغط على save jutsu أضغط على حفظ بالأعلى ثم الحفظ إذا أصبحت لديها الآن هنا سأستطيع أن أقاتل بها جيد جدا لدينا المهارة السرية التي لديها حاليا ولكن ليس لدينا أي مهارة خاصة حاليا ثم لدينا هنا البيتسو هي الحيوانة التي لديها حاليا إذن ليس لدي أي حيوان هنا ثم probes هنا اسم إذا كنت تغير لون لإسمك ثم الفريق هنا إذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء فريق مع الصديق لك فأنت تكتب اسم صديقك هنا وتدعوه إلى الفريق وربما تنجز معه المهمات إلى آخر ثم لدينا هنا قائمة إذا كنت تريد أن ترسل إلى صديقك رسالة أو ترسله مال أو ترسله توكن أستطيع من هنا هنا لدينا الإعدادات والشط هنا لكي تتحدث مع صديقك وتكتب له سلام يقول لك لابد أن تصل إلى الفل عشرة على الأقل لكي تستطيع الكلام في الشط إذا هكذا إذن هذه هي الإختصار وأيضا لن ننسى هذه الأشياء مهم جدا بالأعلى فمطار هنا بالأعلى لدينا هذه تشتريها بأموال حقيقية 15$ أو 9$ ولدينا هذه يعني كل يوم يعطونك جائزة كما تلاحظون سيعطونك الجولد يعطونك اللفافات يعطونك أيضا التوكن كي تتعلم بهذه المهارات وأيضا يعطونك هذه الفرصة الجميلة جدا وهي تشاهد الإعلانات و عندما تشاهد الإعلانات سوف يتم تلقائيا إما تربح البولد إما تربح التوكن حسب حظك طبعا ثم لدينا هنا هنا تقاتل لستة أن تأخذ تحديات قتال فتال يعني قتال لصص في البداية تقاتل فقط مدربي كان في تدريب ثم لدينا هذا الفنجان أشياء أخرى يمكن أن نتربحها ثم لدينا هذه أخير الأخبار ثم لدينا هذه إيقونة هذه هي إيقونة تلعبها مثلا كل يوم واحدة تسوي 100 طقن و إذا كانت لديك 100 طقن فقط تستطيع أن تلعب هذه الدائرة و يكون لديك حدود في الربح هذه الملابس والسطيلات الجميلة و أيضا هنا كذلك مثل فريفاير و غير ذلك هناك دائما تتغير هذه حسب كل شهر يعطونك ملابس جديدة يعطونك ستايلات جديدة مثلا هذه في هذا الشهر مثلا هذا مع الثمن تستطيع أن تشتريها أيضا إذا لديك 450 ألف تستطيع أن تشتري هذا اللبس أو هذا السطيل إذا نعكد في اختصار هذه اللعبة ففعلا هي بسيطة جدا ولكن رغم ذلك فهي قيمة في الروعة و بصراحة استمتعنا بها جدا عندما كان اسمها نينجا ساقا في الفيسبوك نعم لا تنسوا ضمن اللايك و اشتراك إذا أعجبكم الفيديو و إلى اللقاء